شكرا لكم في البرايم تايم زيلا مصير معكم حتى للعشرة امتع الصباح تحيي لكم انتم انتحقتوا بينا في الاستماع وينفهم جوائز ونجاحات الجمعيات التونسية انواكبوها سيرتوزيا دا كيف تكون معها تكريم من طرف الدولة التونسية الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا اللي حصدت عديد الجوائز سوى في تونس او خارجها نتعرفوا على الجمعية هذه نتعرفوا زيادة على تكريم تاحها من طرف وزير التربية جماحات مسلمين صباح النور صباح الوقت شو حبيلك عايشك شكرا لك شكرا على المتابعة لكم يا عايشك سي برك الله فيك اللي اليوم الحقيقة انو وصلنا في مستوى معين انو نحبو الناس الكل معناتها يكونوا في كل ربوع تونس يعرفوا الجماعية بتاعنا شنو قاعدة تعمل بش نجمعية تحكرو به هذك هو مش نحكي وتو على الجماعية خاننا نتعرفوا عليها نتعرفوا علي الجوائز والميداليين زيادة اللي حصدتوهم خارج حدود الوطن وبعد بطبيعة نحكيه على التكريم من طرف وزير التربية تفضل يعني فيك الصحة مرة اخرى اذا اثناء الجماعية تونسية مستخدم العلوم التكنولوجيا اللي معروفة بيوتوب لا بريليا اللي هيعمة تاحها اتت عبر حديث مشاركة الدولي يعني تقريبا في كل قارات العالم في سنة 2019 كان مجموعة الميداليات الكل 243 ميداليات دولية بركة آخرها كانت من كوريا ومن بريزيل في نفس الأسبوع الجماعية أتت يعني انطلقت في العمل منذ سنة 2010 كجماعية وطنية الهدف الأساسي متاحها تنمية الفكر العلمي والنقدي البناء عند تلمذة ومن باعتها ومن سماوه اللي عندنا كاتيجوري أخرى تسمى السينيور عنده طلبة ذاكيف كيفية يعني تنظر طلبة من جميع الشرائح العمرية يعني ينجموا يشاركوا معنا ويلتحقوا بنا إذن الجماعية هذه هي موجودة كما قلت في عديد المدن والولايات التونسية مقرها الوطني مدينة المكنين اللي منينا انطلقت يعني كنادي ومبعثي تحولت في شركة الجماعية وطنية اليوم بعديد الشراكات الوطنية والدولية مع الوزارات مع جماعيات مماثلة أو مراكز البحث العالمية في عديد الدول العالمية يعني اليوم فيما برشو فرص بكوة الحقيقة اللي جون متاعنا عند الالتحاق يعني بالجماعية انهم يطوروا من كفاءاتهم يطوروا من أفكارهم أنه اليوم يكون عنده فكرة أنه يبني المشروع متاعهم متاع ودولي اليوم ستون تندانس نحكيه على نحكيه على الستارتاب والستارتابير اللي فريمون قاعدين ياخدوا في دي باك بار برشا اليوم كديجون قاعدين يبنيوا في رواحهم يبنيوا في تونس نتا قدوار أكيد وفما بتبيعك المشاركات الدولية اللي تزيد يظل يتحمس الشباب تحمس الطلبة منهم يزيدوا ياخدوا مع الموضوع هذا سلتوا أنه التكنولوجيا والديجيتال والستارتاب كما قلت أنت اللي هو مستقبل يظل مستقبل الشباب مستقبل العالم الكل القدام بضبط اليوم المسابقات الوطنية أو الدولية بالنسبة لها ما هي شي هدف ما هي حافظ للشباب والتلامذة وللأطفال وللطلبة للناس كلها أنهم يحاول يعني تتاحلوا الفرصة أنه يشارك على المستوى الدولية عبر يعني ترشح على المستوى الوطني ساقبل ساقبل يزيد يكون يترشح على المستوى الوطني ساقبل كل شي باش يحجز مكان لي في المنتخب الوطني العلوم والتكنولوجيا ومع ذلك تجي برشة فرص يعني بالحق تتحل قدامه برشة ببين كل سواب معناتها باش يعرف بالعمل المتاع أو يعني لبناء طريق نقوله احنا سوليد باش المشروع المتاعه ينجح وكي نحكيه اليوم على 243 ميدالية دولية ما عادش نحكيه على صدفة ما عادش نحكيه على فقط انكوجينية اللي الحقيقة موجود عن برشة دولية اما مش هذي كاسب للأساسية بتاعنا احنا كجماية كولكتيف يعني نقبلو الناس لكل نكونوهم على بعض صحيحة ومن بعد تولي تجيل كفاء متاع الميذة أو الطالب اللي عبر المشاركات الدولية هذه الحقيقة كما قلت تتحلوا برشة ببيرنو وتشجحهم برشة انهم يحاولوا يكبو اليوم نحكيه على مرتبة ثانية في كوريا الزينب إبراهيم نحكيه على مرتبة أولى في الولايات المتحدة الأمريكية لصفاب الحاجة حسين نحكيه على مرتبة ثانية في البريزيل للسادي نابلي وعبد الحميد اليوم نحكيه على برشة اسماء اليوم اللي في عمار 16 و 17 نسناب دوي يحطوا في ساقيهم انهم يكونوا دي 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 خبية اكيد اكيد مع الجماعية اكيد مع القرية متاحهم يتكون داعم كبير المسيرات ومن المستقبل الحافز الآخر يظل مهم برشة دونك حاتم الي هو يتم تكرير ومن طرف وزير التربية بضبط الاعتراف من الهياكل الرسمية في الدولة هو ركيزة أساسية تخليك تخليك تغذر القدام تخليك تخدم بأكثر رياحية لأنه احنا البيبنية لمتاعنا هم المدارس العددية المدارس البتدائية الثانويات والجماعات يعني اليوم بعيد عن الهياكل الرسمية للدولة ما لك إلا جماعية في الآخر معناها في كل ما عندك من بولانتي بكل ما عندك من بكل شي يعني اليوم حاشتنا بتعم على الأقل المعنوي اللي يقول لنا اليزية احنا على الأقل وراكم وبش ندعموكم على الأقل المعنوي اليوم يجي التكريم متاع سيد وزير للجماعية تنصية مستقبل علوم وتكنولوجيا حاجة تشرفنا وتشجعنا مازلنا ننتظروا أكثر تعاون في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين الجمعية وبين وزارة التربية وبين مختلف الوزارات الأخرى خاطر مازلنا وعنا برشا ما نقوله في إصلاح المنظومة التربوية وعنا رؤية كبيرة قاعدة تمشي معناتها بالتعاون وبالشاركة في برشا دول في العالم فماش عليش اليوم الرؤية بتاعنا هذه ما ما يقعدش تطبيقها هنا في تونس وكما قلت إذا كان نجمنا نوصل إلى مستوى كبير على المستوى العالم فماش عليش بمستوى ومكانيات الدولة إذا كان نتعاونوا نتصور النجم ومبدلوا باشا حاجات واضح سؤال آخير يظل يفهم وعي عند الأولياء بالعمل الجمعياتي والنوادي ستوك نحكي على المجل التكنولوجي كما أنتو ما اسم جمعياتكم مستقبل العلوم والتكنولوجيا يظل ذاك هو المستقبل حتى للعائلات بالضبط اليوم خليني نعطي تحية كبيرة كبيرة الأولياء على خاطر كموش يمشي معك لآخر مكان معناتها في العالم للمجاركة ساعات في وقت لمتحانات ساعات في وقت ما فيماشي الإمكانيات أنه خطر تكلف برشا 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 اليوم عطاوه فينا ثيقة وإحنا الحمدول لكنا قد الثيقة متاحهم هما دعوة الأولياء أنه القرية مهمة والنشاط مهم جدا لتنمية الحاجات اللي ممكن ما يشوفهمش في القسم حاب نعطي نابل بش يكون يفتح أبوابه نهار واحد جامبي 2020 اليوم شاء الله بش يكون قرب برشا في الوطن القبلي الناس الكل اللي حابوا يلتحقوا بنا مرحبا بهم إذن اليوم حابوا نوصلوا للأماكن الكل معناتها فين موجودين الكل في تونس الكل بين عمر ستة سنين فما فوق عنا متربين أكفاء احنا إن شاء الله بش نكونوا في نابل وطولوا نعاودوا نعملوا بحديكم زيارة إن شاء الله إن شاء الله إن شرفنا برشا إنه إحنا نعرفوا بالأنشطة اللي بش تكون في نابل في ولاية نابل ومبعتلين ناجموا نتعادوا حتى للوطن القبلي الكل بشوية بشوية اللي النادي إحنا نشجعوا ونعاونوا على إرساق وإما ما يعيش إلا بأبناء المدينة أو الولاية اللي بش يكون فيها تعوى للإلتحاق بينا إذا كانت حاب نخليوا رقمالات في إن أمكان بتبعا اللي بش يتصلوا بينا معناتها إحنا متوفرين على رقمالات في 29 535 631 إذية حاجة جديدة وحاجة بها برشا حاتم صرتوه معنات في الوطن القبلي نعرفه فما برشا عائلية برشا أولياء مغرومين برشا بالتكنولوجيا وهمون برشا إن الجامعية متاعكم تكون موجودة في الوطن القبلي إن شاء الله في قادم الأسابيع تكون بحذانة قبل الافتتاح ونحكي أكثر على الجامعية وحضورها بالوطن القبلي في ولاية نابل سؤال أخير حاتم للوقت يزروا فينا فما مشاركة دولية القدام فما برشا مشاركة دولية القدام اليوم كما نعرف أداة هو الرائد في مجال الروبوتيك والاختراع يعني بالنسبة للشباب والأطفال في تونس اليوم نحضر للمشاركة العالمية في تايوان اللي بشيكون مترشحين أربع أفراد كيف كيف معنا الترشيحيات لبطولة العالم اللي نفتحه الباب للناس الكل ترشيحيات لبطولة العالم للروبوتيك إن شاء الله بشيكون في شهر ثلاثة مارس وشيقى الإعلانة عليها وإن شاء الله كيف نجيو بحديكم ونعرفوا به كيفاش عملية الاشتراك مفتوحة للناس الكل والمعرجان الدولي للعلوم والتكنولوجيا اللي يحتضن اللي يستقبل أربعين دولة وألف ومئتين وخمسين مشارك اللي كانت تحب تمشي للمسابقات العالمية معليك كان تحضر المشروع متاعك أو الفكرة متاعك ونحن نعاونوك على نفس الرقم اللي كنت تعطيته عونوك باش انتي تحضر وتجهز وتكون تمثل تونس ودوى مهما كان المعهد متاعك المدرسة متاعك والجماعية متاعك مرحبا بيك واضح يا سيدي شكرا لك بركة الله فيك حاتم سليمان شكرا لك على التفاصيل شكرا لك مع الفرصة يعيشك يا سيدي بركة الله فيك ان شاء الله تكون حضر بحدنا في استوديو اللي هنا نحكيه أكثر تفاصيل على مشاركات وعلى الجماعية جماعية تونسية لمستقبل العلم والتكنولوجية تم تكريمها من طرف وزير التربية رجعنا معكم شوية في البرامة معاهم